محاولات إيطالية لإدراك ما يمكن إدراكه في ليبيا فما لا يدرك كله لا يترك جله فقد انتابت إيطاليا التي تعتبر ليبيا حديقة خلفية لها انتابتها مخاوف مما يلوح في الأفق من نفوذ روسي محتمل على الأراضي الليبية بعد الاتصالات الروسية المتكررة مع قيادات ما يسمى بعملية الكرامة في الشرق الليبي تصريحات لنائب وزير الخارجية الإيطالي في المدة الماضية تظهر أن إيطاليا تدير ظهرها لأوروبا وتحاول التقارب مع الدب الروسي في مواجهة محاولات الدول الغربية لإيجاد موطئ قدم لها في ليبيا وعينها على الثروة النفطية الليبية وقد تلتمس إيطاليا شيئا من الجهد الروسي للضغط على المقربين منها في ليبيا للحد من الهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الإيطالية صحيفة تايمز البريطانية قالت في تقرير نشرته مؤخرا إن رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتليوني سيلتق نظيرته البريطانية ثيريزا مي لبحث توقعات الدور الروسي في ليبيا في ظل طموحات بريطانية وفرنسية باقتسام النفوذ وجهود مباشرة لدعم وقف موجة الهجرة غير المسبوقة إلى أوروبا في وقت شهد عبور نحو 200 ألف طالب لجوء إلى السواحل الأوروبية قادمين من الشواطئ الليبية خلال سنة 2016 وحدها قلق متزايد يعتري عددا من الدول الأوروبية مصدره أن يؤدي التدخل الروسي في ليبيا إلى تبني دعم شرق البلاد على حساب حكومة البعثة الأممية المقترحة التي تحظى بدعم الغرب رغم فشلها في إثبات حضورها على المشهد الليبي وبقائها حبيسة القاعدة البحرية في طرابلس اشتركوا في القناة